كما أعلن رئيس سيسي تشكيل ألية وزرية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار على أن يكون اجتماعها الأول في تشاد وقال رئيس سيسي إن الألية معنية بوضع خطة عمل تنفيذية لوضع حلول عملية للتوصل لحل شامل للأزمة السودانية التأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر ويطلق حوار جامع ويطلق حوار جامع للأطراف السودانية يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبط محاطة تطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار تمانية الاتفاق على تشكيل ألية وزرية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار يكون اجتماعها الأول في دولة اتشاد وذلك الاتخاذ مالي وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة في تكاملية مع الأليات القائمة بما فيها الإيجاد والاتحاد الإفريقي تكليف ألية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل واستقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار ترجمة نانسي قنقر